على عمق ثلاثين متراً وفي قلب مدينة إسطنبول أبصر النور ثاني أكبر مشروع في العالم للزراعة العمودية يعتمد المشروع الجديد على تكنولوجيا زراعية لكافة أنواع الخضر والفواكه التي تنمو على صوان مكدسة وداخل بيئة مغلقة ومحكمة وإنارة اصطناعية وعلى عكس زراعة التقليدية المكلفة نسبياً يوفر مشروع زراعة العمودية الجديد 95% من استهلاك مياه الري إضافة إلى الاستغناء عن المبيدات الحشرية والتقليل من تكاليف النقل والانبعاثات التي تعد أحد أكبر أسباب أزمة المناخ هذه ثاني أعمق نقطة إنتاج في العالم في الوقت نفسه هي المركز الأول والوحيد للزراعة العمودية التي أنشئت بموارد محلية ووطنية في تركيا نحصل على المحصول من مساحة 20 دونماً بمساحة 252 متراً مربعاً ويستمر إنتاجنا لعام كامل دون انقطاع تقدم زراعة رأسية العديد من الفوائد التي لا توفرها الزراعة التقليدية ففي حين أن المحاصيل التي تنتجها الزراعة التقليدية محدودة بالمنطقة الجغرافية والتغيرات الموسمية تسمح الزراعة العمودية للمزارعين بزراعة محاصيل إقليمية أو موسمية في الداخل على مدار العام وهي ميزة كبيرة الهدف منها تنمية منتجات ذات قيمة مضافة عالية بشكل مستمر وبأقل التكاليف وأخف الأضرار البيئية نقوم أولاً بتنقية المياه الرئيسية وجعلها قريبة من المياه النقية ثم نعطي النبات جميع العناصر الغذائية اللازمة للنبات من خلال هذه المياه نحن فقط نحاكي الشمس والأرض ونوفر حرارة وضوى كافيين بالآلات النباتات التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لها قيمة غذائية أكبر بعدة مرات من النباتات التي نشتريها من السوق ولأن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت مدى أهمية واستراتيجية الغذاء فقد بات مشروع الزراعة الرأسية صمام أمان في مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والأوبئة والحروب على إنتاج المحاصيل الزراعية وهو ما تعول عليه تركيا في رفض قطاعها الزراعية بمشاريع مماثلة تحفظ أمنها الغذائي يحمل مشروع مركز الزراعة الرأسية الذي أطلقته تركيا في طياته تقنيات جديدة ضد الآثار السلبية لأزمة المناخ وأزمة الغذاء العالمية تتجاوز الممارسات الغذائية القديمة نحو الطرائق أكثر استدامة لزراعة المحاصيل من خلال تكنولوجيا زراعية جديدة توفر الحلول وتسد الفجوات وتعزز البنى التحتية لإنتاج الغذاء واستهلاكه مستقبلا هشاميه بثلث عربي اسطنبول